أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين اهدل صور المسقين صراب الذين أنعمت عليهم غير مرضوب عليهم ولا الظالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإما رزقناه ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كبروا سواب عليهم أذرتهم أم لم تنذرهم يؤمنون أم لم تنذرهم يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم نشاوة ولهما باب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الأخر وما هم بؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يحبعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكرمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أمنوا كما آمن سفرا ألا إنهم هم سبا ولكن لا يعملون وإذا نقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزرون الله يستهزر بهم ولماذهر في قليانهم يعملون أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقدنا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنوئهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صروا أقم عمي فهم لا يرجعون أو كصيرهم من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذروا توالله وحيطهم بالكافرين يكاد البرق يخطب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله نذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله معنا كل شيء قدير يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتعبون الذي جعل لكم الرب عشب وسماء بماءه وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات لإسفل لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فاتو بصورة من مثلك ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صدرين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين وبشير الذين آمنوا وعملوا صالحات أن لهم جنات تجريب تحت مدنها كلما رزقوا منها من ثمعة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وهتوا به متشابلا ولهم فيها أزوج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كبروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميدكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسنك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبأهم بأسماءهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بسجدوا إلا إبنيس أبى واستكفر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكنا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة تبدكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواه الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب ما لهم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآكوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون النس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسورونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ قرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجن من بعده وأنتم ظالمون ثم عفرنا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ومنتم أنفسكم باتخذكم العجن فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسنوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لكومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من وثنة عشرة عينا ودعلم كل ناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبزلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذئلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فر الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين عددوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وبوعرة للمتقين وإذ قال موسى لقومي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يكون إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لم تدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة الآنشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارعتم فيها والله مخرجوا ما كنتم تكتمون فقلوا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قزت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظلون فويلوا من الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتفلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت فيه خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني سائل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقالوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا خليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسبكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم أولئك تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تراهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفقل لما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكفرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فنعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مغيين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى في البينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بأس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم ومنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرتوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنتين وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه ومدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولمما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ بريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما منزل على الملكين بباب الهاروت وموت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتلة فلا تكبر فيتعلمون منهما ما يفركون به بين المرء وزوجه وما هم بضلين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتره ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شرق به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبتهم من عند الله خير خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له بلك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمان اليوم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجاءه لله وهو محسن فلهم أجروا عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه أختلفون ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأيلما تولوا فثام وجه الله فأيلما تولوا فثام وجه الله إن الله واسع عليهم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له وقالدون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتمع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يدرونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسنا نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأملا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كبر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبرس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن منذ إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصادقين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن نم مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كنوا هدى أو نصارى تهددوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن نم مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلموا من الله ومن أعلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السبحاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس نرغوف رحيم قد نرى تقلب وجهك بالسماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبلاءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولكل وجهة هو أوليها فاستفقوا الخيرات فاستفقوا الخيرات أينما تكونوا يأتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشووا واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين أولئك أولئك صلوات من ربيهم ورحمه وأولئك هم المهتدون إن الصفى والمروة من شعاء الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تضع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وعلى التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعيا خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختنا في الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقنون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقضعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا مننا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا منا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اغضر غير باغي ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون من أنزل الله بل الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا رجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخي شيء فاتباه بالمعروف وهداه إليه بإحسان ذلك ذخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتذا بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدنه بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعذة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام بسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوفوا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيناتهم من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعذة من أيام أخر يريد الله بكم الأسر ولا يريد بكم الأسر ولتكبروا العذة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سعلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون أحي لكم ليلة الصيام رفذ إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتنوا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكدون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أهوالكم بينكم بالباطن وتدروا بها إلى الحكام لتأكلوا فريطا من أموال الناس بالإذن وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظذورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ذقفتم وأخرجوا من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين أشعروا الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو بيئذا من رأسه ففرية من صيام أو صدقة أو نسر فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهم الحج فلا ربث ولا خسوخ ولا جدان في الحج وما تفعلوا من خير يعلموا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا لياء للأرباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا هفرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشر الحرام واذكروا كما هدى ثم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفضوا الناس واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله أمور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا عذاب النار أولئك نوم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وأعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قول في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس البناد ومن الناس من يشري نفسه ابتناء مرضاة الله والله رغوهم بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعت الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يسألونك ما لا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كذب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزانون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتذد منكم عن دينه فيمتوا هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار من فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفورا رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعنكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمتهم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبدهم مؤمن خير من مشركين ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شأتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عروة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحابهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن بثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم أطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أعتيتمون شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم من لا يقيما حدود الله فلا جناف عليه ما فيما افتذت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظننا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله غزوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم ذلكم أزكى لكم وأطهروا والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تمر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاغر فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويدرون أسواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرين وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما غرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقال فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقنة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قال دين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسه إن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترين الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن ما ترى الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبر ويبسط وإليه ترجعون ألم ترين الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم أبو الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاء عليكم وزاده بصة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضا ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع الكرسي والسماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا بصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجونهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم ترين الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنائر في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوار عليه تراب فأصابه وابل فتركه صردا لا يقدرون على شيء مما كسبوه والله لا يهدي القوم الكافرين ومثب الذين ينفقون أموالهم وابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتتكنها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه وتنفقون ولا تيمموا الخبيث منه وتنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالبحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتأتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداما ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا أهم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقوبون إلا كما يقوب الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامروا إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين أمنوا عملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم نجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذعوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرد من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفسهم ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله وفليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله ذلكم أقصد عند الله وأبوى للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتبهم ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه قسوكم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تعاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أرف لا ميم الله لا إله إلا هو الحل القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الدورة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز منذ انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويلا إلا الله والرنسخون في الأيل يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الأرباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولاد من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئسا بهذا قد كان لكم آية في فئتين التقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس حب شاوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المقنطرة زين للناس حب الشاوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المقنطرة من الذهاب وعند ربهم جنات تجريب تحتها الألها وخالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد قل لأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجريب تحتها الألها وخالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصادرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والمدائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يؤهون بالقصد من الناس ببشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيهم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيهم وغفيت كل نفسهم ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عن ربي إني نذرت لك من في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بكبور حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فناذة الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحياء صدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنا يكون لي ظلاما وقد بلغ لي الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا ربزا وامكن ربك كثيرا وسبح في العشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اخلتي لربك واشجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه سوء المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكونني ولدا ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضوا أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جاتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كاية الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تذخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجهتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأخيرون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي برجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجارهم فيوفيهم أجارهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحك وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو الله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصر عنيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلوا لكم لو يضلوا لكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائبة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأملوا بكنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأملوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنة بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يعتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرونه قال أقرأتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تود لا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمننا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما موتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوه أن الرسول حقا وجاءه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أغمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو يفتذا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن يفترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على النسح الجو البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكبرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هري إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحمر الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واخلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوز وجوه فأما الذين سوزت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يوم تبيض وجوه وتسوز وجوه فأما الذين سوزت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة مخرجة لله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار هم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضبهم من الله ومربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يطرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حظ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوز وجوه فأما الذين سوزت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يوم تبيض وجوه وتسوز وجوه فأما الذين سوزت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب لما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون فلك آيات الله نسوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت لنا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يخاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضبهم من الله ومنبت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يطرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسكدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يتفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرد قوم إن ظلموا أنفسهم فأهلكت فأهلكت ومغلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قلبت الغوضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا نقوكم قالوا آمنا وإذا أخلوا عضوا عليكم لنا من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسعوا وإن تصبروا وتتقوا لا يغركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بحيط وإذ غدوت من أهلك تبوي والمؤمنين مقاعد للغتال والله سميع عليم إذ هم الطائفة لنكم من تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم ذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إن تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بشرى لكم قلت اضمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله لكن عزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما بالسماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرمو عدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظبين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو علموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وبوعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعنون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرحا مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء أو الله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحطا الكافرين أم حسبتم أن تنخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنوا للموت من قبل أن تنقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قدخلت من قبله الرسل أفإنا تأو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما غنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الله أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا أنصرنا على القوم الكافرين فآتاكم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحبهم وحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا رعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواه النار وبرسمة والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنزعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا ترون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنت النعاسا يغشى طائفة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عف الله عنهم إن الله غفور حليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُولُوا كَالَّذِينَ كَبَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ اَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا كُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فضل غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاغلهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يظل ومن يغلل يغت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومراه جهنم وبأس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلموا قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكلمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أضاعونا ما قتلوا قل فادرموا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلبهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين اسكوا لله والرسول من بعد ما صادهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمرونكم بخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانكنه بنعمتين من الله وفضل لم يمسسوا سوء واتبعوا رضوان الله والله فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نبلي لهم خيرا لأنفسهم إنما نبلي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلتم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا وإن الله عيب إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسلا من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاس كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرار لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرتوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازتهم من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمدنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفل عنا سيئاتنا وثوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر ومنفى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وعوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم ولأنخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يضر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرد عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاثا واربا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكنوه غنيئا مريئا ولا تأتوا سفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهن وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بنوا النكاح فإن آنستهم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا لن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال لصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء لصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل إنه أو كثر نصيبا مفروما وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصنعون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حرض ثيين فإن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد منهم السلس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أودا آباءكم وأبناءكم لا تجرون أيهم أقرب لكم نفعا فريمة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أودا وإن كان لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن نثلون مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أودا وإن كان لكم ولد فإن كان لكم ولد فإن كان لكم ولد فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أودا غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل وجنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدودا ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة للنسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن يشهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عنيما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتلان وللذين يموتوا لهم كفار أولئك أعتذنا لهم عذابا مليما يا أيها الذين آمنوا لا يحي لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتبابوا ببعض ما آتيتنوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوجهن مكان زوجهن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تنخذوا منه شيئا أتنخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غريضا ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين فما استمتعتم بهن من فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلين وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لما الخشي يلعنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبركم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوك بائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من ما اكتسبوا وللنساء نصيب من ما اكتسبوا واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوا نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبالسبيل وما ملكت أيمالكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يدخلون ويمرون الناس بالمخل ويتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفكون أبوالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنتا يضاعفا ويؤت من لكم أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول ولو تسوا بهم الأرض ولا يكلمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسلموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بأرسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وعطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعلنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك في الله فقد افترى إثما عظيما ألم ترين الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم ترين الذين موتون صيدا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصير من الملك فإذا لا يؤتوا للناس لقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم مركا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرا ليذوخوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرا ليذوخوا العذاب ليذوخوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدي ذفيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظنينا وندخلهم ظلا ظنينا والذين آمنوا وعملوا صالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدي ذفيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظنيا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعيم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آلوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم ترين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتم مصيبة بما خدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلعوا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتوا يسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما نوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وشمداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن لمنكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فغل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نعتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم ترين الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدركم الموت أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقرون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يضع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فهارض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعته الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكفى بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسا بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى البثنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويقفوا أيديهم فاخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاء ومن قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبتهم مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبتهم مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبتهم مؤمنة فمن لم يجد بصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أستمؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا بعك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا له تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة مذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيلوا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتهاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يخدون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يضيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرهبه بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مضينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم من يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو يصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغوا مرضات الله فسوف نعتيه أجرا عظيما ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له ندى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك رصيبا مفروما ولأظلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبيدا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبيدا يعدهم يمنيه وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنب ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخنهم جنات تجري من تحتها الأنعار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو منتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خنيلا ولله ما بالسماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصر وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحزنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذرواها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات ومن في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا كوانين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما فعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر نفض ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأنهم عذابا أليما بشر المنافقين بأنهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جانع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين صيبا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسادا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولا ولا إله أولا ومن يغلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وننتجد لهم نصيرا إلا الذين ثابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا نحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحدهم منهم أولئك سوف يؤتيهم وجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذته الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بثانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفيشك منه ومعنهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أول الناس بالباطل وأعتذنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن واسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحي والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسلاط وعيسى وأيوب وعيسى وأيوب ويونس وهارو وسليمان وآتينا دامود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون منس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السباوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن تهوا خيرا لكم إن تهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السباوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وجورهم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين سنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصوا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فأما الذين آمنوا بالله واعتصوا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديه إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو ينثى إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الألعاب إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعور الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاستعدوا ونجرم أنكم شرآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ودقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ونحم الحنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموخوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبو إلا ما ذكيته وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام فالكم فصف لليوم يئسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوالح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهم محصنين غير مسافحين ولا اتخذي أخدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا خمتم إلى الصلاة فاغسنوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاضطهروا وإن كنتم مرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا نسلموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهما يريد الله ليجعل عليكم من حرجه ولكن يريد ليطيركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا لعبة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا كَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهْدَاءَ بِالْقِسْطِ كُونُوا كَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهْدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ خَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير مما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقلتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتهم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم خاسيا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوحهم مما ذكروا به ولا تزال تطنع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم وأصبح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أخذنا ميثاقهم فنسوحهم مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبراء إلى يوم القيامة وسوف ينبعهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم دفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع لله نغو سبنا السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤث أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنظلموا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا همنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتاقين لإن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمزربون إنما جزاه الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجل من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار ومن بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكانا من الله والله عزيز حكيم فمن تام من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواقهم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواقهم ولم تعم من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن موتيتم هذا فخذوه وإن لم تعتهوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطامر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكلون للسحة فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدا ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هو الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدا ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدا وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومغيبنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعتا ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بمن أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما نريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُدَ وَالنَّصَارَى أَغْلِيَاءُ بعضهم أغلياء بعضهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسالعون فيهم يقولون لشاء أن تصيبنا ذائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرهم من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين قسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لبعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إِنَّمَا وَلِنْ يُفْرُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا يحبون الصلاة ويُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعْتَوُوا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها غزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل منبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطارود أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحسن بأس ما كانوا يعملون لولا يناهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحسن لبأس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطة لينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طبيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوخدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاروا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي الخوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيد أن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافريا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثا قبل إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فترة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كبر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كبر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما منه إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كبروا منهم عذاب عليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أما يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السميل لعن الذين كبروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيس بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبعس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كبروا لبعس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم لبعس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ومن أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجد أن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرتوا ولتجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إما نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزله للرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشائدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنة تجري من تحتها الأنار وخالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين هاملوا لا تحرموا طيبات من أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقبتم الأيمان فكفارته إضعام عشرة مساكين من أوسط ما تضعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيعم دلاذة أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوكع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاء المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ضعوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماعكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله بنه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والغلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تهدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليا قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى من أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مضوضا لإذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبعكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا لكم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم والأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس نكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهية الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عن كيذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم الله ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكونني أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدنون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستوزعون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من كرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماوات عليهم مدوارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن الآخرين ولو نزلنا عليك كتابا في خرطاس فلمسوه بأيديهم لقعنا الذين كفروا إن هذا إلا سحرا مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استوزع برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزعون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه قل لمن خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطل السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعمه قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبيل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئلكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفرح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أمر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفتروا هو في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا نيتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولكون من المؤمنين بل بدى لهم كانوا يخون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوق العذاب قال فذوق العذاب بذا كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا برضو إلا حتى إذا جاءتهم الساعة بعدة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا زاء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهوا ولدار آخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحسنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يعسل لمن في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا قائر ولا قائر إن يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبخم في الظلمات من يشأ الله يضلنه ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أجدكم الساحة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون بل إياه تدعون فيكشه ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أوسلنا إلى أمم من قبلك فأخلناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست خلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما بوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطعدا بغل قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نوصر المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبعوا إلا ما نوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين وكذلك بتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستغين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ظنرت إذا هو ما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذلة به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لفضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البلغ والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحهم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجنو سما ثم إليه مرجعكم ثم ينبعكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض من دون كيف نصرف الآيات لعلهم يفقون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقع بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين تخذوا دينهم لعبا ونهوا وضرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين يبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوتوا الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى تنى قل إن موذى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه أنزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وحومك في ظنان مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المنقلين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظلين فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف من أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ولوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى ومارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ونوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم من صراط مستقيم ذلك أود الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركون حبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه وقتده قل لا أسألكم عليه أجرا منه وإلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا من أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه أقراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه غباركم مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صناتهم يحافرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تنفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقومه يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرا ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من قلعيا قلوان دانية وجناتهم من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبعا وغير متشابه ننظروا إذا ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك كم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركا سبحانه وتعالى عما يصبون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ولا أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبعهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجعلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصى إليه أفذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضواه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثير ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعددين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تفلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جنتهم آية قانون مؤمن حتى نؤتى مثل من أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيكا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقوء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلمين وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله من ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم الظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليها سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميدة فهم في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليهم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا وكلوا والزيتون والرمال متشابها متشابها وغير متشابها كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أن ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبعوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أن ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو نحن خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاذ فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهور وما أغل حوايا أو ما اختنط بعهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لا ذاكم لا ذاكم أجمعين قل هلما شهدكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقرضوا الفواحش ما ظهر منها وما بطل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرضوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا الكين والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاترعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصينا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم من قائر ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقول لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافين أو تقولوا لو أن ما أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أعلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب سوء العذاب بما كانوا يصدقون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك ما ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزغوا أذرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خنائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكران المؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء خليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلمين وما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش خلينا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من مال وخلقته من طين قال فاهدق منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجز أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكنا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما هوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قولوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يمر بالبحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالكسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هداء وفريقا هداء وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم ما يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا فيهم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنة اختها حتى إذا اذارتوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم حتى إذا اذارتوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم ربنا أولئك أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفا ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهادا ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا من الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحر الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتبي نغنى أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أولثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن موثل بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبضونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخنوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا أؤمن فجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفون بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أها هؤلاء الذين أقسمتم لا يلالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمه ما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغموتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا نقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ونادى أصحاب المار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمه ما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغموتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحرف المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يوسن الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت فحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خفث لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرق الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملو من قومه إنا لنراك في ظلال مبين قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلئكم رسالات ربي وأنصحنكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجينا هو الذين معه في الفلق وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عيد أخاكم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملو الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجهتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وفع عليكم من ربكم رجسا وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروه إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمتهم منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أقاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض ذات تخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملغ الذين استكفروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسلهم من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكفروا إنا بالذين آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطغرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته وكانت من الغابرين وأمطروا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرج أنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قضيتنا أو نتعوذن في ملتنا قال أولو كنا كارمين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فيه من التي كن بعد إذ نجال الله فيها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه إن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قرم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان سيئة حسنة حتى عفوا وقالوا فرمس آباء الضراء والسراء فأخذناهم بغدة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لبتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ومحمهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جنتوا وسنهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا أكثرهم من عهدهم وإن وجدنا أكثرهم لفاسقيا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أكون على الله إلا الحق قد جاتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملو من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاب وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السخرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوا رب وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقى هما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى ومارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا نمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا من أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منطلبون وما تنقر منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فلعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قابرون قال موسى لقوم يستعينوا بالله واصبروا إن النظر لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا موذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جاءتنا قال عسى ربكم من يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آنا فرعون بالسنين ونقصهم من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طامرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عيد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمننك ونرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلى أنك ما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسرونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميكات ربهم أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المرسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكرامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسن يا سوريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الأنخرة حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم من يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم فضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا للكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجر إليه قال ابنهم إن الكوم استعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبهم من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت رموسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى ثومه سبعين رجلا لمي قاتلا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ودينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعوا عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصرواه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه أثنتين عشرة أسفا طلما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه أثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم الأن والسنوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بلس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوهم سوء العذاب إن ربك لسنيع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخي عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقنون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا صلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلت وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بطوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا على هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريتا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم النبى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص فقصص القصص لعلهم يتبكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يرصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين ينحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن أم من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستجرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتبكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حنيث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعملون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تهتيكم إلا بغتها يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكترت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلانه شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعمتموهم أم أنتم صابتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يترى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وترىهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغون فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذق ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القرن بالغذو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال خل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارمون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يسافون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردبين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء برضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبري المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك هو أن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فيعتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم البكو الذين لا يعقلون ولو أعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معلمون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فترة لا تصيد أن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرخانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الخضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تفنا عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصليتهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أولهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله قمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ انتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا نقيتم في أتا فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال له لبلكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غراء أولئك دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدع بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليهم كدع بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالميا إن شرد واب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عادت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تخفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيالة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفي ليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحون السلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكون منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقرون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكون منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبينا إن يكون له أسرى حتى يخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكنوا مما ظنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خاموا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إن لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وبساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذانوا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبدوا فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين علمتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجعرك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عهدتم إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يغاروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا هم ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فانسقون اشتروا بآيات اللي ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوم أن نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشى لهم أتخشى لهم فالله أحق أن تخشوه أتخشى لهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء هو الله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستغون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكبرى على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأوال اقترفتمها وتجارة تخشون كسازها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تون عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله أفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين موتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أما يحجون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبان والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يتنزون الزهب والفضلة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشر بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا نليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصرف الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنسل الله سكينته عليه وأيده بجلود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وسفرا قوصدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يولكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما ذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستعذنك الذين لا نؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعزوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فتبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولو ضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وخلموا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارمون ومنهم من يقولوا اذل لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسأهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إلا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما ملعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارنون فلا توجدك أبوالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون مرجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولونه أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاذد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالبا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئ بما في قلوبهم قل استهزنوا إن الله مخرج عما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا طائفة منكم نعزل طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أولا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوحي وهادي وثمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتبكات أدتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدنين ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِذِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُوا عَلَيْهِهِ وَمَرْوَاهُمْ جَهَنَّا وَبِرْسَى الْمَصِيرِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلَهُ فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصردقا ولنكونن من الصالحين فلما آتانا من فضله بخلوا به وتولواهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سره ونجواه وأن الله علام الغيوب ألم يعلموا أن الله يعلم سره ونجواه وأن الله علام الغيوب الذين يلزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدل قوما فاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أبوالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزاق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كول الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقرون لكن الرسول والذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذل لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيلهم والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم كن لا تعتذرون لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انطلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسا ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الآراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر ويتربص بكم الدوائر عليهم داغرة السوء والله سميع عليم ومن الآراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعز لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأعز لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عبلك ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالب الغيب والشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اكتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلبون إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد المستس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهيرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر وفي نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدن قوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ليبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله شرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستمشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدمائيا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيع قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم إنه بهم روح رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظلوا أن لا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتعبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضماء ولا نصر ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطرون موطئا يغير الكفار ولا ينالون من عدوين نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ضائبة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما منزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبا بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسب الله فإن تولوا فقل حسب الله لا إما إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر لا من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليهم ارجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن فخنا في الليل والنهال وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا رافلون أولئك مأواهم النار أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحم لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس شر استعجى لهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعممون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا دفنا عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا اتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تركاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو جاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لتنبهون الله بما لا يعلم بالسماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل علي آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني بعكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضواء من ستغب إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء تاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبعكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والألعاب حتى إذا أخلت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يراطوا وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون والذين كسبوا السيئة جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئة جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقوا فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أما لا يهدي أما لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون وما يتبع ترهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليهم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأوينه كذلك كذب الذين من قبلهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأوينه كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يسمعون إليك أبأ أنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومن من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصر وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي طهر ولا نفعل إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخل هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت من في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصد وهم لا يظلمون ألا إن لله ما بسماوات والأرض ألا إن وعد الله حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجبعون هو خير مما يجبعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظنوا الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تثلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء celui fatty 129. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو سميع العليم 120. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو سميع العليم 121. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون 122. هو الذي يجعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مرصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 123. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون 124. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يخرحون 125. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكبرون 126. واتن عليهم نبأ نوحي إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله 127. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قموا إلي ولا تنظرون 128. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 129. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 120. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءواهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك لقبعوا على قلوب المعتدين 121. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 122. فلما جاءوا الحق من عندنا قالوا إن هذا لسح مبين 123. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 124. قالوا أجعتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين 125. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم 126. فلما جاء السحرة قال لهم موسى أرقوا ما أنتم مرقون 127. فلما ألقوا قال موسى ما جاءتم به السحر إن الله سيبطنه 128. إن الله سيبطنه إن الله لا يصلح عمل المفسدين 129. ويحك الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون 120. فمن آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه من يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين 121. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين 122. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فكرة للقوم الظالمين 123. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين 124. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ من قومكما في مصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين 125. وقال موسى ربنا إنك أنتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا 126. ربنا ليضلوا عن سبيلك 127. ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 127. قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون 128. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجلوده بغيا وعدوا 128. حتى إذا أدركه الغرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 128. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 128. فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون 128. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات 128. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 128. فإن كنت في شكي مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 128. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين 128. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 128. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 128. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 128. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 128. أفأنت تكرموا الناس حتى يكونوا مؤمنين 128. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 128. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 128. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين 128. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين 128. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني 128. فلن أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين 128. وأن أخوجك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين 128. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 128. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرذك بخير فلا راد لفضله 128. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم 128. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن يهتذى فإنما يهتذي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل 128. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين 129. بسم الله الرحمن الرحيم 110. ألف لامرى 111. كتاب محكمت آياته ثم قصلت من لدو الحكيم خبير 112. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير 113. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 114. إلى الله برجعكم وهو على كل شيء قدير 115. ألا إنهم يتنون صدورهم ليستقوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم 116. يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور 117. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 118. وهو الذي خلق السماوات والأرض في زدة أيامهم وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا 119. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كبروا إن هذا إلا سحر مبين 110. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه 111. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم 112. وحاق بهم ما كانوا به يستهزعون 113. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور 114. ولئن أذقناه لعما بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور 115. إلا الذين صبروا وعملوا صالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير 116. فلعلك تارف بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه بلك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل 117. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 118. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وألا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون 119. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يرخزون 110. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 111. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة 112. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 113. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 114. ألا نعنة الله على الظالمين 115. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون 116. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء 117. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 118. أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون 119. لا جرم أنهم بالآخرة هم الأخسرون 110. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم 111. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 112. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون 113. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين 114. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم 115. فقال الملو الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادل لا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين 116. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنرزمكموها وأنتم لها كارمون 117. ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون 118. ويا قوم من ينصرني من الله إن ضرتهم أفلا تذكرون 119. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا 110. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين 111. قالوا يا نوح قد جادرتنا فأكثر تجدالنا فأعتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 112. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بماجزين 113. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يضويكم هو ربكم وإليه ترجعون 114. أم يقولون افتراه قل إن افتريتوا فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 115. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس لما كانوا يفعلون 116. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون 117. ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لهم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون 118. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 119. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك 110. إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل 111. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم 112. وهي تجري بهم في موج كالجبال 113. ونادى نوح ابنه وكان في معزل 114. يا بني اركب معنا ونادكم مع الكافرين 115. قال سوئنا جبلي يعصمني من الماء 116. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا أبو الرحيم 117. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 118. وقيل يا أرض ابنعي ماءك ويا سماء أغنعي وغيظ الماء 119. وقضي الأمر واستوت على الجوده وقيل بعدا للكوم الظالمين 111. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن بعدك الحق وانت أحكم الحاكمين 112. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين 113. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين 114. قيل يا نوح بطر سلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم 115. فلك من أمم الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصفر إن العاقبة للمتقين 116. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون 117. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطر لي أفلا تعقلون 118. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 119. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين 110. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون 111. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 112. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 113. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حبيظ 114. ولما جاء أمرنا نجينا هودا هو الذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 115. وتلك عاد جحدوا بآيات ربي معصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد 116. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود 117. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب 118. قالوا يا صالح فلكنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب 119. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخصير 110. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب 111. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب 112. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز 113. وأخذ الذين ولموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم على بعدا لثمود 114. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما نبذ أن جاء بعجل حنيذ 115. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أو جسمهم خيبة قالوا لا تخف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 116. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 117. قالت يا ويلة آمند وهل عجوزا وهذا بعلي شيخا 118. إن هذا لشيخ عجيب 119. قالوا أتعجبين من أمر الله 110. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد 111. فلما ذاب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب 112. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود 113. ولما جاءت رسلنا نوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوما عصيب 114. وجاءه كوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أضار لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد 115. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حكم وإنك لتعلم ما نريد 116. قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد 117. قالوا يا نوط إن رسل ربك لن يصنوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب 118. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مندود 119. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مندود 110. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد 111. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيان والميزان إني أراكم بخير 112. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط 113. ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم 114. ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 115. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير 116. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد 117. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينتهم من ربي ورزقني من رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 118. ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد 119. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود 110. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول 111. وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهضك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز 112. قال يا قوم أرهضي أعز عليكم من الله 113. واتخذتمه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون بحيط 114. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون 115. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب 116. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمتهم منا 117. وأخلت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 118. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدا الثمود 119. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 110. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد 111. إن يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار 112. فأورده النار وبئس الورد المورود 113. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود 114. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد 115. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم 116. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء 117. لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب 118. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة 119. إن أخذه أليم شديد 110. إن في ذلك لآية لمن خوف عذاب الآخرة 111. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 111. وما نؤخره إلا لأجل معدود 112. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه 113. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه 114. فمنهم شقي وسعين 115. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفيرا وشهيد 116. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض 117. إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 118. وأما الذين زعدوا ففي الجنة خالدين فيها 119. وأما الذين زعدوا ففي الجنة خالدين فيها 111. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجلوث 112. فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء 113. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل 114. وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص 115. ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترب فيه ولولا كلمة سبقت من ربك نقضي بينهم 116. وإنهم لفي شك منه مريب 117. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير 118. فاستقنك ما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير 119. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 110. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 111. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون 112. وأقم الصلاة طرفين النهار وزنفان من الليل 113. إن الحسنات يذهبن السيئات 114. ذلك ذكران الذاكرين 115. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 116. فلولا كان من الكرون من قبلكم غلوب قيتين 117. وينهون عن الفساد في الأرض 118. إلا قليلا من من أنجينا منهم 119. واتبع الذين ظلموا من مترفوا فيه وكانوا مجرمين 119. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 111. وأهلها مصلحون 112. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 112. وأهلها مصلحون 113. ولو شاء ربك نجعل الناس 114. أمة واحدة 115. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 116. ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك 117. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 118. وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فعادك 119. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين 111. وقل للذين لا يؤمنون 112. أعملوا على مكانتكم إنا عاملون 113. وانتظروا إنا منتظرون 114. ولله غيب السماوات والأرض 115. وإليه يرجع الأرض كله 116. فاعبده وتوكل عليه 117. فاعبده وتوكل عليه 118. وما ربك بغفر عن ما تعملون 118. بسم الله الرحمن الرحيم 119. ألف لأمر 110. تلك آيات الكتاب المبين 111. إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون 112. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن 113. وإن كنت من قبله لمن الغافلين 112. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشرك أكبا 113. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 114. قال يا بني لا تقصصوا إياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين 115. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تغويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب 116. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإصحاق إن ربك عليم حكيم 117. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين 118. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصمة إن أبانا لفي ظلال مبين 119. اقتلوا يوسف وإطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين 110. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين 111. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون 112. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافرون 113. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف من يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 114. قالوا لإنك له الذئب ونحن عصمة إنا إذا لخاسرون 115. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 116. وجاءوا أباهم عشاء يبكون 117. قالوا يا أبنا إننا ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 118. وجاءوا على قميصه بذمي كذب 119. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 110. فصبر جميل والله المستعان على ما تصبون 111. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصبون 112. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسهوه بضاعة والله عليم بما يعملون 113. وشروا بثمن بخص درهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 114. وقال الذي اشترى من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذ الولدا 115. وكذلك مكنا ليرسب في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث 116. والله ظالب على أبره ولكن أثر الناس لا يعلمون 117. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 118. وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال بعاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون 119. ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربه كذلك لنصرف عنه سوء والبحشاء إنه من عبادنا المخلصين 110. واستبقوا الباب وقدت قميصا من دبر وألف يا سيدا ما لذا الباب 111. قالت ما جزاه من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجل أو عذاب أليم 112. قال هي راودت لي عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 113. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 114. فلما رأى قميصا وقد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم 115. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين 116. وقال نسوة في المدينة روت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنرى ما في ضلال مبين 117. فلما سبعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم 118. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 119. قالت فذلكن الذي نمتنني فيه ولقد روته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين 110. قال رب استجنوا حب إليهن ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدا أصب إليهن وأكون من الجاهلين 111. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدا إنه هو السميع العليم 112. ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه حتى حين 113. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا 114. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه 115. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين 116. قال لا يأتيكما طعا ترزقا له إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 117. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله 118. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 119. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب 110. من كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا 111. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 112. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله 113. من تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتوابا ثم أنزل الله بها من سلطان 114. إذ الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم 115. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 116. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسخي ربه خمرا 117. وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 118. وقال للذي ظن أنه ناجي منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبذ في السجن بضع سنين 119. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 110. وسبع سنب لدين فضل وأخر يابسات 111. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون 112. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 113. وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمه أنا منبعكم بتأويله فأرسلون 114. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 115. وسبع سنبنات خضر وأخر يابسات لعليه أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون 116. قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون 117. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل لما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون 118. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغنث الناس وفيه يعصرون 119. وقال الملك اعتوني به فلما جاءه الرسول 110. قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهم عليم 111. قال ما خضبكم إذ روتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء 112. قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق أن راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين 113. ذلك ليعلم أني لم أخنوا بالغيب وأن الله لا يهدي كيدا خائنين 114. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم 115. وقال الملك اعطوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين 116. قال اجعل لي على خزائل الأرض إني حفيظا عليم 117. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوغ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين 118. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون 119. وجاء إخوة يوسف بدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون 110. ولما جهزهم بجهازهم قال اأتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفر كيل وأنا خير المنزلين 111. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون 112. قالوا سنواود عنه أباه وإنا نفاعلون 113. وقال لفتياني يجعلوا بضاعتهم في رحلهم لعلهم يعرفونها إذا انطلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون 114. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا هلعملنا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون 115. قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 116. ولما فتحوا متاعا وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي 117. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كين بعير ذلك كين يسير 118. قال لن نرسلوا معكم حتى تأتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما أعطوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل 119. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متبرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون 110. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب غضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أثر الناس لا يعلمون 111. ولما دخلوا على يوسف أو إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتعس بما كانوا يعملون 112. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون 113. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون 114. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 115. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لمسد في الأرض وما كنا سارقين 116. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبيا 117. قالوا جزاؤه من مجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين 118. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه 119. ثم استخرجها من وعاء أخيه 110. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ آخر في دين الملك إلا أن يشاء الله 111. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم 112. قالوا ليسرق فقد سرط أخلها من قبل 113. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم 114. قالوا إن يسرق فقد سرط أخلها من قبل 115. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم 116. قال أنتم شروا مكانا والله أعلم بما تصبون 117. قالوا يا أيها العزيز 118. إن له أفا شيخا كبيرا فأخذ أحدنا مكانه إنا لراك من المحسنين 119. قال معاه الله أن نخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 111. فلما سيئسوا منه خلصوا نجيا 112. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أبوكم فنأخذ عليكم موذقا من الله 113. ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يعدن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين 114. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للعيب حافظين 115. واسألوا فرية التي كنا فيها والعيب التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون 116. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 117. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 118. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم 119. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف 111. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف 112. وبيضت عيناه من الحزن فهو كريم 111. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين 112. قال إنما أشكب في وحزني إلى الله 113. وأعلم من الله ما لا تعلمون 113. يا بني يذهبوا بدحسسوا من يوسف أخيه 114. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا الغوم الكافرون 115. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزل تصدقين 116. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إن أنتم جاهلون 117. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي 118. فالمن الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجو المحسنين 119. قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاضين 110. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 111. إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا 112. وأتوني بأهلكم أجمعين 113. ولما فصلت العين 114. قال أبوهم إني نأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 115. ولما فصلت العين 116. قال أبوهم إني نأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 117. قالوا تالله إنك لفي ظنانك القديم 118. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 118. قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 119. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطين 111. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم 112. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه 113. وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين 114. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا 115. وقال يا أبث هذا تأويل رؤيا من قبل 116. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن 117. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي 118. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم 119. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحق لي بصالحين 111. ذلك من أنباء الغيب أوحيه إليك وما كنت لديم إذ أجمعوا أمرهم يمكرون 112. ومن أفروا الناس ولم حرصت بمؤمنين 113. وما تسألهم عليه من أجر هو إلا ذكر للعالمين 114. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معلمون 115. وما يؤمن ويترهم بالله إلا ويهم مشركون 116. أفأمنوا أن تأتيهم ورشئتهم من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون 117. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين 118. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى 119. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون 110. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء 111. ولا يرد باصنا عن القوم المجرمين 112. لقد كان في قصصهم عذرة لأولي الأرباب من كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. تلك آيات الكتاب والذي منزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 115. الله الذي ربع سماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر 116. كل يجري لأجل مسمع يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 117. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 118. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتبكرون 119. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأطل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 110. وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد 111. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 112. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات 113. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقار 114. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 115. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام 116. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد 117. وكل شيء عنده بمقدار 118. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعار 119. سواء منكم من هسروا القول ومن جهربه 110. ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار 111. له مرقبات من بين يديه ومن خلفه 112. يحفظونه من أمر الله 113. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم 114. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم 115. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مردنا 116. وما لهم من دونه من وار 117. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا 118. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا 119. وينشن سحاب الثقان 111. ويسبح الوعد بحمله والملائكة من خيفته 112. ويرسل الصوارق فيصيب بها من يشاء 113. ويرسل الصوارق فيصيب بها من يشاء 114. وهم يجادلون في الله وهو شديد بحال 115. له دعوة الحق 116. له دعوة الحق 117. والذين يدعون من دونه 118. لا يستجيبون لهم بشيء 119. إلا كباسد كفيه إلى الماء ليبلغ غفاه 119. ليبلغ غفاه ومن هو ببالغه 111. وما دعاء الكافرين 112. إلا في ظلال 113. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها 114. وظلالهم من الغدو والآصال 115. قل من ربه السماوات والأرض 116. قل لله 117. قل أفتغلتم من دونه أوليان 117. ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 118. قل هل يستوي الأعمى والبصير 119. أم هل تستوي الظلمات والنور 119. أم جعلوا لله شركا 110. أخلقوك خلقه 111. خلقوك خلقه 111. فتشابه الخلق عليهم 112. قل الله خالق كل شيء 113. قل الله خالق كل شيء 114. وهو الواحد القهار 114. أنزل من السماوات 115. أم فسانت أوليتهم بقدرها 116. فاحتمل السين زبدا رابيا 117. ومما يؤكدون عليه في النار 118. بتذار حلية أو متاع زبد مثله 119. كذلك يغرب الله الحق والباطل 119. فأما الزبد فيذهب جفاء 111. وأما ما ينفع الناس فيمكذ في الأرض 111. كذلك يغرب الله الأمثال 112. للذين استجابوا لربهم الحسنة 113. للذين استجابوا لربهم الحسنة 114. والذين لن يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا 115. ومثله معه نفتده به 116. أولئك لهم سم الحساب 117. ومأواهم جهنم وبالسلم هذا 118. أفمن يعلم أن ما هنزل إليك من ربك الحف 119. كمن هو أعمى 119. كمن هو أعمى 111. إنما يتذكرون الألباب 111. الذين ينفعون بعهد الله ولا ينقمون الميثاق 112. والذين يصلون من أمر الله به أن يوصل ويخشعون ربهم ويخافون سوء الحساب 113. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة 114. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سموا وعلانية 115. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب النار 116. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 117. سلام عليكم بما صبرتم 118. سلام عليكم بما صبرتم 119. فلعم عقب الدار 111. والذين ينقضون رهد الله من بعد عيساقه ويقطع علما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 112. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 113. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 114. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا بتاع 115. ويقول الذين جغلوا لولا أنزل عليه آية من ربه 116. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب 117. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 118. ألا بذكر الله تطمئن القلوب 119. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب 119. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب 110. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم 111. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكبرون بالرحمن 112. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت 113. عليه توكلت وإليه متاب 114. ولو أن قرآن صيرت به الجبال أو تطعت به الأرض أو تلم به الموتى 115. بل الله الأمر جميعا 116. أفلم ينسي الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا 116. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بمن صلعوا طارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد 117. ولقد استوزع برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب 118. أفمن هو طائم على كل نفسهم بما كسبت وجعلوا لله شركا 119. قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أن بظاهرهم من القول 110. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل 111. وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد 112. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق 113. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم 114. أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار 115. والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه 116. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به 117. إليه أدعو وإليه مآب 118. وكذلك أنزلناه حقما عربيا 119. ولئن اتبعت أهواء بعدما جاءك من العلم 110. ما لك من الله بهم ولي ولا واق 111. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية 112. ومن كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب 113. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 114. وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 114. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكمنا معقب لحكمه وهو سريع الحساب 115. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا 116. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا 117. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار 118. ويقول الذين كفرون استمرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم 119. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وبل عنده علم الكتاب 110. بسم الله الرحمن الرحيم 111. أرف لأمر 112. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد 113. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ووين للكافرين من عذاب شديد 114. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد 115. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم 116. ولقد أرسلنا موسى في آياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور 117. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 118. وإذ قال موسى لقوم يذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجأكم من آل فرعون يسعرون لكم سوء العذاب 119. ويذبحون أبنائكم ويسحيون لساءكم وفي ذلك بناء من ربكم عظيم 110. وإذ تأذن ربكم لئن شكركم لأزيدنكم 111. ولئن كفرتم إن عذابين شديد 112. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد 113. ألم يأتكم نبغ الذين من قبلكم قوم نوحي وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله 114. جاءت رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواكهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعو لنا إليه مريب 115. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 116. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين 117. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنعنا من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 118. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون 119. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين 110. ولنسكنكم نرضي بعدهم ذلك لمن خاف مقابي وخاف وعيد 111. واستفسحوا وخاب كل جبار عنيد 112. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه 113. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل 114. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمات اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يخلرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الطلال البعيد 115. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد 116. وما ذلك على الله بعزيز 117. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد 118. وما ذلك على الله بعزيز 119. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فلنتم ملون عنا من عذاب الله من شيء 110. قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 111. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 112. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم 113. وأنخل الذين آمنوا من الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام 114. ألم تر كيف ورب الله مثدا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي مكنا كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 115. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار 116. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله ظالمين ويفعل الله ما يشاء 117. ألم ترين الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلع لها وبئس القرار 118. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم من النار 119. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال 110. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال 111. الله الذي خلق السماوات والنرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره 112. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار 113. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 114. إن الإنسان لظلوم كفا 115. وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 116. ربي إنهم أضل لكثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفورا رحيم 117. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم 118. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفذة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 119. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماق 110. الحمد لله الذي وهبني عن الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 111. رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء 112. رب نغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 113. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون 114. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون 115. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 116. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون 117. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 118. مهتعين مكنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم 119. لا يرتد إليهم طرفهم وأفعدتهم حوا 111. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب 112. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب 111. نجب دعوتك ونتبع الرسل 112. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 113. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 114. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال 115. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 116. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 117. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله 118. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله 119. إن الله عزيز منتفار 110. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 111. وبرزوا لله الواحد القهار 112. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 113. وبرزوا لله الواحد القهار 114. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 115. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله 116. إن الله عزيز منتفار 117. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 118. وبرزوا لله الواحد القهار 119. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 119. سرابلهم من قطران 110. وتغشى وجوهه ظنار 111. ليجذي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب 112. هذا بلاه للناس ولينذروا به 113. وليعلموا أن ما هو إله واحد 114. وليعلموا أن ما هو إله واحد 115. وليذكر من الألباب 116. بسم الله الرحمن الرحيم 117. ألف لام را 118. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين 118. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 119. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا يلههم الأمل فسوف يعلمون 119. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 110. ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون 111. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون 112. لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين 113. ما منزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين 114. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 115. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 116. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين 117. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزعون 118. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به 119. وقد خلت سنة الأولين 110. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون 111. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 112. ولقد جعلنا بسماء بروجا وزيناها للناظرين 113. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتفعه شهاب مبين 114. والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون 115. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستونه برازقين 116. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نازله إلا بخدر معلوم 117. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء ما فأسغيناكم هو ما أنتم له بخوزنين 118. وإننا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون 119. ولقد علمنا المستقلمين منكم ولقد علمنا المستاقرين 111. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم 112. ولقد خلقنا الإنسان من صرصال من حمى مسنون 113. والجن خلقناه من قبل من نار سموم 114. وإذ قالوا ربك للملائكة إني خالق بشرا من صرصال من حمى مسنون 115. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 116. فسجد الملائكة كلهم أجمعون 117. إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين 118. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين 119. قال لن يكن لأسجد لبشر خلقته من صرصال من حمى مسنون 111. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 112. قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون 113. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 114. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين 115. إلا عبادك منهم المخلصين 116. قال هذا صراط علي مستقيم 117. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 118. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 119. إلا من اتبعك من الغاوين 111. وإن جهنم لموعدهم أجمعين 112. لها سبعة أبواب 113. لها سبعة أبواب 114. لكل باب منهم جزء مقسوم 115. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 116. إلا من اتبعك من الغاوين 117. وإن جهنم لموعدهم أجمعين 118. لها سبعة أبواب 119. لكل باب إنهم جزء مقسوم 119. إن المتقين في جنات وعيون 111. ودخلوها بسلام آمين 112. ونزعنا من في صدورهم من ظل الإخوان 113. إخوانا على سرر متقابلين 114. إن المتقين في جنات وعيون 114. ودخلوها بسلام آمين 115. ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخوانا على سرر متقابلين 116. لا يمسهم فيها نصب 117. وما هم منها بمخرجين 117. نبئ عبادي 118. أني أنا الغفور الرحيم 119. نبئ عبادي 111. أني أنا الغفور الرحيم 111. وأن عذابي هو العذاب الأليم 111. نبئ عبادي 112. أني أنا الغفور الرحيم 113. وأن عذابي هو العذاب الأليم 114. نبئ عبادي 114. أني أنا الغفور الرحيم 115. وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلاب عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين قال ومن يقنط للرحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لم نجوهم أجبعين إلا مراته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأملك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتبت منكم أحدا وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعلك إنهم لفي سكرتهم يعمرون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سابلها وأمضرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مخيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا تيتم فاصبح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا المذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تغمر وأعلم عن المشركين إنا كفيناك المستهزين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنفده خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطبة فإذا هو خصيء مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشخ الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصل السبيل ومنها جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب وبن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والرجوب مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه نحما طليا وتستخرجوا منه حلية تلبسوا لها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقوا في الأرض رواسيا تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلى مات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله إذا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أناساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخرى عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين الشركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبن سمثوا المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدر يدخلونها تجري من تحتها الأنار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزرناه المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستوزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطابوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكرى الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون به وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجوا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رءوف رحيم أولم يروا إلى من خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلى هجن اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارغبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصفا فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشفوا الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله نتسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتمون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ولوجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الغون من سوء ما بشر به أيمسكه عداهون أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحترون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أرسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرب أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أممهم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزلنا إلى السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسانا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلل إن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعض علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمالهم فهم في سواب أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستهون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخذكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعلنكم السمع والأبصال والأفئذة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حيا والله جعل لكم مما خلق ضلالا وجعل لكم من الجبال أكنالا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البناغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم ندعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم إذن السنم وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هنا ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يغمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعنكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تركيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين قضت غزلها من بعد قوة أنكاذا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبيننكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بمن صدتهم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزئن الذين صبروا أدوهم بأخسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو ذا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزئنهم أدرهم بأخسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أنثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي ينحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتن الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من مكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف أنسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليلا ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قولتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير لصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيقهم مما يمكرون إن الله مع الذين اتكروا الذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حونه لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى كتاب وجعلنا مهدا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعده لما بعثنا عليكم عبادا لنأولي بأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأبددناكم بأموالهم وبليل وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلاها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدلا وجعلنا جهنم للكابرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان حجولا وجعلنا الليل والنهور آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبدأوا فضلا من ربكم لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلنا وتفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في حنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بلفزك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في حنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بلفزك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بلفزك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يحتذي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فذمرناها تدميرا وكم أملكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العجلة تعجلنا له فيها ما لشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كن لن نبدو هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كنارما فلا تقل لهما أفهم ولا تنهرما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كنارما فلا تقل لهما أفهم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه مبتغا رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولم تبسطها كل البسط فتقعد منوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاق إن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكين إذا كنتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلاحا أن فرب تلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إلاثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صوفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات سبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فضركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثهم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيلا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعضهم وآتينا دابوا دزبورا قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكونك اشفى الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مملكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقد مرسرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرأي التي أريناك إلا بثنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا ضغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريته إلا خليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفسز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخينك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا ضرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسينكم الفلك في البحر لذبته من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم انظروا في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم من يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم من يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصبا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كربنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتابا ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لاتخذناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة لا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مطاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زنقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعنا على الإنسان أرض ولأى بجانبه وإذا مسه الشر وكان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا نذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لركيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قلوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من سماء ملكا رسولا قل كفى بالله شجيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت فدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أيذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض خادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبغالبون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تصعيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل نسكن الأرض فإذا جاء وعد الأنخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ومن أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مك ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين موتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا وإن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجار بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في المرد ولم يكن له ولي من الذل وكبر وتكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسانا ما كثير فيه أبدا وينذر الذين قولوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جردا أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيب كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية من الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بير فمن أغلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموه هو ما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويؤيه لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوتهم منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لو اتخلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملأت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتنطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها إذ يتنزعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم كن يا لربهم أعلموا بهم قال الذين أغلبوا على أمرهم لنتخذان عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالنهم كلبهم قل ربي أعلموا بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشادا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه مرتحاذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذاة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا ولا تطع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمر فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا آتنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنما لا نضيع أدر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسامر من ذنبهم ويربسون ثيابا خضرا من سندسهم وإستمرقهم متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظن منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور ألا أكثر منك مالا مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال من أظن أن تبيد هذه أبدا ومن أظن ساعت قائمتا ولئن وددت إلى ربي لأجد أن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرق بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسنانا من السماء ويرسل عليها حسنانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها الغورا فإن تستطيع لم طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمالا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمالا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعبا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عبدوا حاضرا ولا يظلم ربك أحاضا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن فسقع الأمر ربه أفتتخذوا له ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بأسل الظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبونهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظلوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكاد الإنسان أكثر شيء جدلا وما بنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هزوا ومن أعلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفهموا هو في آذانهم وقعا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أرضي حقوبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزوا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدتا عبدا من عبادنا أنتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أبرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا بالسفيلة خرقها قال أخرقتها لتغلق أهلها لقد جاءت شيئا إبرا قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهبني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا نقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جاءت شيئا نكرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد فلاغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيما جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبعك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألوا لك عن ذي القرنين قل سأسلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتلع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عنده قوما قلنا يدى القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم بسا فنعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتلع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خضرا ثم أتلع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما قوما لا يكادون يفقهون قبلا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرم عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونبخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرمنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أوليا إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم لقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حضلا خالدين فيها لا يبغون عنها حضلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبلا تنفد كلمات ربي ونوجئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن ما إلهكم إلى واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك معبادة ربي أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قال رب إني وهل العظم مني واشتعن الرأس شيبا ولما كن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلامي اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكونني غلام وكاد امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على ظومه من المحراب فأوحى إليه من سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوته وآتيناه الحكم صبيا وحنالا من لدنا وزكاة وكانت خيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرخيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا بدمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تغيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشرا ولم أكب غيا قال كذلك قال ربك هو علي هيا قال كذلك قال ربك هو علي هيا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته انتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا نيتني بيت قبل هذا وكنت لسيئا من سيئا فنادها من تحتها ألا تحزني قجعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إن سيئا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جأت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر بواردتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخنه ولد سبحانه سبحانه إذا قمروا أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلتهم وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال اليبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهن أرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغذر لك ربي إنه كان بي حفيا قال سلام عليك سأستغذر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذر لكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتذر لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعطوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصناة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكالا عليا أولئك الذين أنعى الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف الأضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك ينخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت قيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولو ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضر النهر ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم لنجي الذين اتقضوا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم لنجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مخابا وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا ما أو ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والبنكيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين بالا وولدا أطلع الغيبام اتخذ عند الرحمن عهدا كالنا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كالنا سيكون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدنا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقوم اتخذ الرحمن ولدا لقد جاتم شيئا إذنا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وددا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا موسيقى شكراً لكم